اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امتى لازم ابدأ نشاط بدني لازم ابدأ بعد اسبوع بعد اسبوعين وفي كتير بيجيني مثلا تعليقات عن هذا الموضوع فيه اشخاص عم بيجوا بيحكوا انه لازم ابدأ رياضة بعدين خليني انزل وزن بعدين بعمل رياضة لانه رياضة رح تعمل عضلات وهذا رح يأثر على نزول الوزن طبعا هاي من المعلومات الخاطئة بقدر احكي دايما احنا بننصح ببداية اي ريجيم اذا عندك زيادة وزن او سمنة وعم تعمل ريجيم لتخفيف الوزن بتقدر تبدأ رياضة من اول يوم مع الرجيم وهذا لعدة اسباب هو صح بيصير في عندنا زيادة بسيطة في الوزن يعني اذا انت ما عم تعمل اي نشاط بدني بديت تعمل نشاط بدني مع الرجيم او بدون رجيم باول اسبوع اسبوعين ممكن انه يثبت الوزن او حتى ممكن يزيد الوزن وهذا لعدة اسباب اول شي رح اجاوب في معنى اتصال رح ناخد الاتصال وباكمل الجواب حلو؟ اهلا وسهلا يعطيك العافية اهلا رياض حياتك انا اهلا وسهلا ديس لو سمحت في عندي ولده عام 12 سنة اها في تقرحات تطلع له بطمه دائما باستمرار في فمه اعرضته عكذا دكتور ما استفد اهم كيف تغذيته التغذيته والله هي يعني مش بطلع وناصح هو اها يعني اه وتغذيته مش بزياد باكلش الحجات التي فيها تقرحات عم بتكون عند الشفايف برا الفم او من داخل بالضبط بالضبط عشفايف اوكي بياكل كل شيء يعني بياكل خضار فواكه او لا مش كثير بياكل بل مش كثير اوكي خاصة هلا فواكت الشيف الشتاء عندنا البردقان الجريب فروت المندرين او حتى الفلايف للحلوة لوراء الخضراء بالنسبة للبي فيتامينز موجودة بكل اكل بس نركز كمان على ممكن الشوفان الخبز كمان اللحوم والحليب فيها من مجموعة فيتامينات بي وممكنين عطل الأطفال اذا حسينا انه ما عم بياكلوا او بغلبوا كتير فيه مكملات فيها فيتامينات متنوعة على الأطفال خاصة باستشارة الطبيب او اخصائي التغذية ممكن نعطيها للطفل على الأغلب يعني بده يكون لو دخل في التغذية نقص بهدول الفيتامينات بدي ارجع اجاوب السؤال اللي كنا نحكي فيه قبل ليش عنا بيصير في عنا زيادة في الوزن اول ما نبدأ نشاط بدني هذا اشي طبيعي لانه بزيد عنا الكتلة العضلية ودائما زيادة في الكتلة العضلية برافقها زيادة كمان في المي والسوائل فهذا اشي كتير طبيعي يعني حتى لو انت عم تعمل ريجيم وبدت تعمل رياضة وحسيت الوزن ما نزل او سبت او زاد بدك تكون مطمئن انه هاي زيادة فقط بتكون بأول أسبوع أسبوعين بالعكس هلا اذا استمرنا بالرياضة مع الريجيم منزيد الكتلة العضلية ومنقلل من نسبة الدهون في الجسم وهذا رح يساعد على نزول الوزن فما تخافوا من هذا الموضوع في عنا من الأسئلة الثانية اللي بتيجينا دائما بخصوص الرياضيين اللي هو شرب المي كيف لازم أشرب مي لازم أشرب قبل التمرين بعد التمرين خلال التمرين بشكل عام بيعتمد على نوع الرياضة بس بأي كل أنواع الرياضة اللي لازم ينشرب مي أنا نشرب مي قبل التمرين تقريبا 400 يعني عندنا ملي يعني تقريبا نص لتر وبعد التمرين وخلال التمرين كل تلت ساعة مش غلط ناخد شفات من المي إذا كانت الرياضة عبارة عن ركض مسافات طويلة جدا من المشي والركض خاصة إذا كان في عنا حرارة شمس عالية وفي حرارة كتير هون المي بفضل نحط عليها شوية مليح وشوية سكر معنا اتصال هلو بس سام وسام وسام أهلا وسام كيفك صباح الخير صباح الورد أهلا وسهلا أهلا تفضلي بس عندي سؤال أهلا أنه للي عنده بعاني من الانتفاق في البطن أو القلون يعني أنه فيه أكل ممنوع يأكله أوكي وهل فعلا أنه ممنوع يعني مثلا أنه يعمل رياضة مثلا أو أشي رياضة مناسبة له للقلون بالعكس إحنا منفضل يا ويسام يكون في ممارسة للرياضة رح أجاوب بفضل آه أوكي في عندك سؤال بتتعود على سؤالي تفضلي متأسفة تفضلي لا بسيطة هو سؤالي يعني يعني أشي الأكل الممنوع يأكله مثلا أنه اللي عنده القلون أوكي أوكي في عندك أي استفسار تاني طيب رح أجاوبك يا ويسام أول إشي بالنسبة لموضوع الرياضة بفضل الأشخاص اللي عندهم قلون عصبي ومشكلة رياضة كتير بتريحهم رياضة السباحة كتير كتير لأنها بتحرك كل عضلات الجسم أو المشي كمان بس ممكن أي نوع رياضة بتفضليها بالنسبة للأغذية اللي بتدايق القلون عادة في الأشياء اللي معظم الناس بعرفوها اللي هي الأشياء اللي بتنفخ زي البروكلي الزهرة الملفوف إذا كتير بتحبي البروكلي والزهرة ممكن تخديها مسلوقة إشي تاني البقوليات يعني عندنا حمص وفول برضو فيه ناس كتير بيحبوا الحمص والفول إذا بتحبيه كتير وكتير بيدايق ممكن تحضريه بالبيت والطريقة إنه لما ننقع الحمص ما بكفي ننقعه مرة واحدة يعني يفضل ينتقع بالمية مثلا أكتر من مرة تضلنا نحط مي ونرجع نكبها يعني لأنه بنقتقع لعدة ساعات لحد ما تكبر حبة الحمص وتاخد المي بعدين طبعا منسلقها ومنحضر الحمص فممكن بهاي الطريقة إيشي تاني فيه أشخاص ممكن ينتفخوا من الحليب صار في عندنا بالأسواق حليب خالي من اللاكتوز هذا حليب خاص لأنه للأشخاص اللي بتدايقوا من الحليب عادة اللبن واللبن اللي فيه خمائر برضو بيساعد إنه يخفف من النفخة أو ما بيعمل نفخة زي الحليب فيه ممكن أشياء تانية فيه أشخاص أجبان يعني أجبان صفرة أجبان بيضة ممكن تعمل نفخة فيه أشخاص ممكن يتدايقوا من الخبز الأصمر أو الانخالة طبعا بدك تعملي زي كتيب لإلك بفضل بهاي الطريقة تصير تسجلي يوميا شو الأكل اللي أكلتي وإذا صار في عندك أعراض خلال هذا اليوم عشان تقدر أنت تقيمي الأشياء اللي عم تعملك نفخة وبس كمان في عندنا طبعا باستشارة طبية عم بنعطى بصيدليات زي بكتيريا الخمائر المفيدة بتنشرب بتنعطى يعني أو في حبوب طبعا هاي باستشارة طبيب ممكن تساعد إنها تزيد من المايكروفلورا أو البكتيريا المفيدة في الأمعاء وتخفف من أعراض النفخة معنا ندين هلو هلو أهلا يا ندين صباح الخير صباح الورد كيفك نحن ذا تمام أنت كيفك تمام تفضلي ندين بالجلس هذه العلاقة بين زمرة الدم والدايت زمرة الدم والدايت أوكي عندك سؤال تاني أنا أعرف أن اللي بتكون زمرتهم الأكتر أنهم المفروض يأكلوا خضرة واللي زمرتهم المفروض يأكلوا لحمة وهيك أشياء صح صح هلو هذا صح بالنسبة للمعلومات اللي طلعت أو اللي منقدر نحكي الإفتراضية اللي طلعت عن هذا الرجيم ولكن لهلو ما فيه أي إثبات علمي كان فيه عالم حكى أنه فيه عنا علاقة ما بين زمرة الدم وتناول أغذية ولكن إحنا ما منفضل هاي الحمية لأنه لهلو غير مصبتة علميا خاصة للأشخاص اللي زمرة الدمهم أو بدهم يركزوا على اللحوم إحنا منخاف من أعراض تاني يصير فيه عنا ارتفاع في الكوليسترول ومشاكل في القلب فكمان الأشخاص زي ما قلت اللي هم مثلا بدهم ياخدوا فقط خضار من خاف من نقص الحديد والبيت والفوزينك ممكن يصير فيه عنا نقصان للوزن عند اتباع هاي الحمية ولكن مش مسبت ليش بالزبط يعني ما إله دخل بالزمرة ممكن يكون لأنه الواحد عم بيقلل من مجمل السعرات الحرارية اللي عم بتناولها يوميا يعني إذا انت بتنتقلي من نظام فيه بروتينات حيوانية ولحوم ودجاج وبتروحي على النباتي أكيد رح تقل كمية السعرات الحرارية ويصير عنا انخفاض لمستوى الكوليسترول والدهون في الجسم فهلأ ما فيه إثبات علمي ما بفضل نتبع هاي الحميات حتى لو صار في عنا نزول للوزن لأنه دائما إحنا بأي حمية ما منقدر نقيمها إذا هي صح أو غلط فقط من منطلق أنه صار في عنا نزول للوزن لأنه البهمنا أكتر أنه هو نزول للوزن صار من وين هل هو من العضلات هل هو من الدهون إيش المشاكل فيه أشخاص بيعملوا حميات كثير شهرت بأوقاتنا هلا وبكون في عنا نزول لكمية كبيرة من الوزن ولكن بيكتشفوا بعد فترة أنه شعرهم صار يتصاقط مستوى الحديد صار واطي جدا معنا اتصال هلو؟ على السلام عليكم بلال أهلا أم بلال تفضلي أهلا أنا عندي أولاد اثنين واحد عمره ست سنين والتاني خمس سنين جايين ورا بعض يعني أوكي الاثنين نحاف كثير كثير يعني الكبيرة عندي يعني أكل أكله خفيف أصلا وحليب بشرب يعني خليب كمية خليب عادي بشرب أما أكل ما بأكل إلا إذا جاع كثير يعني غدا ما بتغدوا؟ بحط أنا غدا وبعملوا بعملوا مع غراءات ونيوكل وكذا بس يعني أكلوا خفيفوا هذاك الثاني لا أكلوا طبيعي بس ما بنصح أوكي هلأ بدي أسألك أكمن سؤال هلأ هم بياكلوا ثلاث وجبات أساسية يعني بفطر بتغدى بتعشى؟ أنا أنا بعملهم ثلاث وجبات أساسية واثنين سناك أوكي هلأ نفس الوجبة بياكل نصها يعني بياكل نص الكمية ولا برفضها تماما؟ لا الصغير باكل الكمية كاملة كاملة الكبير لا باكل نصها ربعها نصها ربعها حسب هل بتحسي أنه في زيادة في الوزن مستمرة ولا عم بضعفوه مع مرور الوقت؟ لا ما بنحفوه بس وزنه هو يعني ما بنصحوه أوكي بين الوجبات بيأكلوا أشياء بياكلوا حلو بياكلوا تشيبس بياكلوا؟ والله أول كنت أعمل بشار شوكولاتات اشياء هيك أشيء يدي يعني نزيد وزنهم لكن حالياً أوقفت كل شيء اسم شوكولاته ممتاز منيح اللي عملتي هيك لأنه إذا نزيد وزنهم على الأغلب من الأشياء اللي حكيتين إياها ما بتخيل عندهم مشكلة كبيرة هل مرات إحنا الأهل منعتقد أنه الطفل لازم يأكل كل الكمية اللي منحطها في الصحن الطفل من عمر ثلاثة حتى من عمر سنتين لخمسة ممكن يختلف تناولهم الطعام من فترة للتانية بسبب عدة عوامل إشي كتير منيح لأنه إحنا ما رح نزيد وزنهم بالشوكولاتة والتشيبس والحلويات فمنيح إنه وقفتها لك تحاولي تعطيهم إذا حبيتي أشياء مغزية أكتر ممكن تخلط الحليب مع أنواع كوكتيلات يعني ممكن حليب مع فراولة مرة حليب مع فراولة وموز هاي بكون زي عصير بكمية صغيرة ولكن غنية بالسعرات المفيدة فممكن تعملي هذا الإشي ومنح إنك وقفت الحلو معنا رانا هلو هلو أهلا يا رانا مرحبا أنا صباح خير أهلا وسهلا صباح الورد أهلا بدأ أحكي لك إنه أنا رياضية يعني ونحيفة وما بس أنحف أكتر من هيك بس عندي مشكلة فات حول البطن مهم ولما أعمل دايت بنحفة كل كتير يعني وما بحب أنحف كل فإيش لازم أركز بالدايت السبعي وإذا كنت أعمل رياضة وهيك طيب بدي أسألك سؤالين هلأ أنت رجيمي اللي بتعملي بتعملي لحالك أو اللي مع خصائي التغذية لا بس لحالي يعني ما أكتر للخبز هلأ بتلغي النشويات كما تماما من الرجيم لا باحب الخبز يعني باكل فترة الصبح خبز وإيك بس لا يعني ما بأكل لكتير نشويات سعب بدي تشرحي لي بالضبط أكمل مرة يعني قدي بتاكل الخبز باليوم أو رز مثلا الصبح بتاكل الغيف آه الصبح باكل الغيف طيب وع الغداء مثلا مثلا ثلاث معالق رز كبار يعني أوكي ما نبطلش قليل باكل منيش يعني براف العشرة بطير أحاول أخفز بحاول ما أكل تبس يعني عشان أخفز أدي وزنك؟ بطير أنا حفز كلي وزني واحد وخمسين أو خمسين أوكي وطول متر وستين تقريباً هلا وزنك مناسب لطولك بس أنت عم بتقولي أنه لسه فيه دهون آه على البطن منطقة البطن هلا على الأغلب من المعلومات البسيطة اللي أخذتها منك على الأغلب الحمية اللي عم تعمليها غلط آم يا بتقول بتكون الحمية كتير قليلة بالنشويات فلما تنزلي وزن عم بنزل من عضل ما عم بنزل من الدهون يا بدك بتكوني عم تاخدي سعرات حرارية كتير قليلة بنصحك يعني يفضل يكون الرجيم يكون مدروس أكتر تشوفي قدي نسبة دهون عندك ممكن تراجع خصائي التغذية أو يعني يكون فيه نظام مدروس أكتر تتأكدي من كمية النشويات اللي بتاخديها ما تلغي الفواكه ممكن تزيدي كمية الأكل ولكن يكون صحي أكتر على الأقل أقل إشي لازم تاخدي ست حصص من النشويات يومياً فتأكدي إنه ما يكون أقل من ست حصص يعني عشان ما يكون في عنا نزول العضلات الموجودة معنا اتصال؟ لا معنا اتصال هلأ رح برضه في آخر سؤال رح أحكي أجانا كمان على موضوع الرياضيين اللي هي كمية اللحوم اللي لازم يتناولوها كتيرنا نركز إنه كمية البروتين اللي عم بياخدها معظم الرياضيين عم بتكون أكتر من المفروض ياخدوها في اليوم طبعاً هذا إله مشاكل صحية ممكن يكون زيادة كمية البروتين والأحماض الأمينية اللي بتيجي من البروتينات تأثر على الكلا يصير في عنا زيادة في شعور بالعطش ممكن ما يكون برضه يصير في عنا مشاكل تاني فبنا ننتبه إنه ما ناخد دجاج واللحوم بكميات كتير حتى الأسماك ما تكون بكميات مضاعفة زي ما عم بياخدوها لهم ينزموا وجباتهم ما ننسى الخضار والفواكه وشرب المي عشان نحافظ على نظام غزائي صحي وبرضه يصير في عنا نزول الدهون والحفاظ على الكتلة العضلية بهيك أنا جوابت عن معظم الاستفصارات اللي بتيجينا منلاقيكم بفقرة جديدة واستشارة على هوا الأسبوع الجاي موسيقى